يستحق يعني كل جنيه الدفع له تاني يكلمك يعني عن تجربتي في الثالثة النهاردة اللي بقى لي سنين الحقيقة مروحتش الدرجة الثالثة وحنيت وانا بقول ان كل ما ببنى قدم بيكبر بيحن لأصوله بيحن للمنطقة اللي اتربى فيها بيحن البيته اللي اتولد فيه بيحن الأجداده بيحن الأبوه وامه بيحن الزكرياته النهاردة وانا داخل الملعب من الدرجة الثالثة زكريات جميلة مع الزمالك اوقات فيه انتصارات واوقات انكسارات واوقات خرجنا من الملعب ده زعلانين واوقات خرجنا من الملعب ده فرحانين ولكن اتعلمنا من كبتنا في نادي الزمالك ان احنا دايما نفضل متمسكين بالزمالك وتعلمنا من الجمهور ان احنا لازم دايما نفضل وراء الزمالك كل مننا له طريقته وخلي بالكم الكلام اللي انا بقوله لكم ده كل مننا له طريقته وانا عايز اتكلمكم من نقطة مهمة جدا بمناسبة ان احنا خلاص ده يعتبر الراپ اوب او طبعا انا عمل لكم حلقات فيها كل الاحصائيات عن الدوري خلال الاسبوع القادم بعد نهاية الدوري رسميا بكل المباراة وكل الاسابيع ولكن واحدة من الدروس المستفادة وكنت بكلم حضراتكو في الدروس المستفادة والدروس المستفادة اللي فكروا فيها بشكل كويس جدا فكروا فيها بشكل كويس جدا عندك عندك ابنائك ابنائك نوعين النوع الاول هو نوع موالي موالي بقى موالي بالفطرة موالي للمصلحة موالي لانه ليه مصلحة مع الادارة حاجات كتيرة جدا عندك ده نوع من ابنائك اللي بيشتغلوا في الاعلام خلينا نقول صح؟ وعندك نوع من ابنائك مش هيتطيلك على طول لما بيبقى فيه غلط هايقولك لقى الكلام ده غلط كلام ده مش مصبوط كلام ده يضر النادي كلام ده يوقع النادي الابنائك نوعين حتى احنا كل اولادنا مش زي بعض كلهم ولادنا انا عندي تلات ولاد التلاتة شخصيات مختلفة تماما التلاتة كل واحد فيهم ليه طريقة يطلب بيها الطلب التلاتة ماينفعش اتعاقبهم كلهم نفس الاقاب التلاتة شخصيات مختلفة فاولادك برضو كنادي ابنائك انواع منهم الموالي وده مش وحش موالي يعني موالي مية مية معاك في الكويس وفي الوعش وحيشوف الوعش وما يقولش حاجة ويقولك لا انت تمام امورك كويسة وما تخافش رايس دوس في الحديد وإحنا في ضقرك وشاف ايه ويطلع يقول الكلام ده في الاعلام فعيزة ما انت بتغلط فعيزة ما انت بتغلط وبطوعة السنة دي اثبتت لإدارات الاندية ان الابن الموالي اللي بيطاطي بس وما بيقولش لا هو اكبر عدو ليك هو اكبر عدو ليك هو اللي بيقعك الريس اللي حواليه ناس بتقوله اه بس ريس فاشل بيقع مع الزمن بيقع الريس اللي بيشتغل وان من شو ومش عايز حد يقوله لأ واللي بيقوله لأ يبقى عدو بيقع انما درس احدى الدروس المستفادة من الموسم ده ان الابن الموالي ليك قد يكون اكبر عدائك قد يكون اكبر عدائك وبمعنى كلمة ابن مش بقول الابن بقول ان الناس اللي شغالة حواليك مهم جدا وانت رئيس نادي او انت رئيس مؤسسة او انت مدير فني او انت مخرج او انت رئيس تحرير او انت مدير تصوير او انت ايا كان ان يبقى فيه ناس شغالة معاك بتقول لك لا اللي انت بتعمله ده غلط اللي انت بتعمله ده غلط اللي انت بتعمله ده هيوقعنا وفي الاخر القرار قرارك انت الرئيس انت الرئيس انت صاحب قرارك لكن دايما هتلاقوا مثلا اي مدير فني كبير اي مدير فني كبير هتلاقوا ان المساعد بتاعه مش نفس دناغه بالزبط هتلاقي ان المدير فني كبير الجامد هتلاقوا بتكلم بقى على مورينيو كل الناس المساعدين اللي اشتغلوا معاه بتتكلم على فابيو كابيلو بتتكلم على ليبي بتتكلم على أنشلوتي أنشلوتي قريت في البيوجريف بتاعه أنه في إحدى المباريات يعني دخل في خناقة كبيرة جداً مع ابنه تعرفين أن أنشلوتي ابنه هو المساعد بتاعه وقال أن ابني بالنسبة لي في وقت من رؤيب بيبقى نايتمير بيبقى كابوس علي ليه؟ قال لي أن دايماً بيقول لي قرارات مخالفة القراراتي لكن وجوده مهم جداً بالنسبة لي مش أنه هو ابني لكن عشان هو عنده الشجاعة أنه هو يقول لي اللي أنت بتعمله ده ما الصح ده الريس الناجح